من أبوظبي اختتم كيري مهمته في المنطقة على مشارف نهاية ولايته في الخارجية الأمريكية حصيلة زيارته إلى مسقط أبوظبي أنتجت اتفاقا مبدئيا قال إنه تم بين التحالف العربي والحوثيين يقضي بوقف إطلاق النار بدءا من السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري وموافقة الأطراف اليمنية على تشكيل حكومة وطنية بحلول نهاية العام الجاري لم يتحدث الوزير كيري فيما نقل عنه عن الحكومة أو حزب المخلوع صالح كأطراف في اتفاق وقف إطلاق النار خصوصا وأن هذا الأخير ساهم عبر القوات الموالية له ولا يزال في الجزء الأكبر من معركة الإنقلاب والحرب الأهلية الدائرة في البلاد سارعت الحكومة عبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي إلى تأكيد عدم علمها بهذا الاتفاق وعدم تقيودها بمواردة فيه أسئلة عديدة تولدت من إعلان كيري الذي حصر اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين الذين انقلبوا على التسوية السياسية بقوة السلاح والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي تدخل عسكريا في اليمن بناء على طلب من السلطة الشرعية لإعلان الوزير كيري نبأ كهذا من أبو ظبي دلالته على طبيعة اللاعبين والمؤثيرين في المشهد اليمني وعلى طبيعة الترتيبات المقبلة التي يبدو أنها تدفع باتجاه إنتاج أزمة عوضا عن أن تحل عقدة الحرب والسلطة التي بلغت ذروتها في اليمن